أهلا بكم جميعا مستمعين الأفضل أينما كنتم وطبعا كما أشرت قبل قليل معنا ضيفنا اليوم وقبل أن أرحب بها أذكر على أننا في مثل هذا اليوم الثامن عشر من نوفمبر 1955 أي من القرن الماضي استقل المغرب من الاستعمار الفرنسي 64 سنة تمر اليوم نحيي جميعا قاطبة في المغرب من جنوبه إلى شرقه ومن غربه إلى شماله أو أقول من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه داخل وخارج الوطن كذلك كل دول العالم تعيش طبعا أعياد وطنية ومن بينها المغرب الذي يحتفل اليوم بعيده الوطني ونترحم على كل شهداء الذين سقطوا من أجل أن نعيش نحن هذه الحرية وكذلك تحية لمن هم لازلوا على قيد الحياة من جيش تحرير وقدماء المحاربين والمناظنين الذين ناضلوا من أجل الوطن كل عام والشعب المغربي بالفخير إذن بهذه المناسبة كانت صفران مغربية يوم السبت الماضي قامت بحفل بالمناسبة تعيد الاستقلال وكذلك بتكريم عدد من المكرمين والمكرمات بهذه المناسبة ولما أسدوه بطبيعة الحال سواء لبلدهم الأم المغرب أو لبلجيكا كذلك ويسرني أن تكون ضيفتي في هذه الجلسة إحدى المتواجين والمكرمين في هذا الحفل يخص الدقر بالأستاذ الأمينة مرحبا بك ألف مرحبا بك معي في هذا اللقاء الله يبرك فيك سيدة محمد أولا مبرك عليكم هذا التكريم من اللي نقدر نقوله أنه جف وقته وتستحقه كثير من هذا لأنه أعطيته شيء كثير لبلدكم والبلجيكا ومنحوص للحد أنه إحنا عندنا أب وأم يعني كان في تخرب الأب والأم الحمد لله الناس عندها أوطان وإحنا عندنا جوجة الأوطان الحمد لله مرحبا بك الله يبرك فيك سيدة محمد أولا بغيت غير نوضح مبرك علينا كاملين أكيد لأنني أنا ماشي بوحدي أحنا غنوصلوا لهذا شيء أولا أولا كان شكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في هذا التكريم وهو كل خدمة هو تشريف هو تكليف في الحقيقة عزت الحمل تقال باش نكملوا إن شاء الله في مسيرتنا دي النضال إحنا المجموع اللي تبارك الله ما شاء الله هو المغربة كاملين المغربة كاملين طبعا نحن غدين تكلموا كما قلت على هاد النقطة دي وديل أنه كيفاش الواحد كيحتفل بأعياد الوطنية دي لو سواء العيد الوطني في بلد للأم أو العيد الوطني في البلد اللي هو كيتواجد فيه بمأننا إحنا كما قلنا عندنا أب وأم مستمعين ومشاهدين يمكن لكم تتبعوا معنا هاد الحلقة مباشرة عبر الموقع دينا فيسبوك عبر أرابيل تيفي الحلقة هي مباشرة منقولة مباشرة لكم مستمعنا ومشاهدين ويمكن كذلك لكل المستمعين المستمعات يبرتجوا الحلقة كان عرفك أنك ملوع بالأمثال الشعبية والمثال الشعبي كيقول اللي ما عرفك خسرك وحنا اليوم وخا عرفناك وهذه سنين وحنا كان عرفوك كان مستمعين اللي يبغوا يعرفوش كنا هي للأمينة وطبعا تلحال غادي نبدو معك من الطفولة فين زتي فين كبرتي فين خلقتي ونرجعوا معك شوية للوراء هي فرصة هي مناسبة باش عرفوش كنا هي الأستاذة أمينة بالعيش أعوذ بالله من قلت أنا أنا مواطنة مغربية كنت طفلة بقى صغيرة يلا تزتي خلاقيت في مدينة سيدي قاسم الجذور ديالي والأصل ديالي من مولا يدريس زرهون أنا من مولا يدريس زرهون شريفية إدريسية ماشاء الله ولكن خلاقيت في سيدي قاسم وكبرت والأب ديالي خلاق في سيدي قاسم وكبر في سيدي قاسم سيدي قاسم زرهون كنا دائما نحن هدي هما ليس فين كبرت فيهم بزاف اللي كنت فيهم بزاف واللي عشت فيهم بزاف إذن مدام أنك يعني من عائلة إدريسية عائلة كبرتي كبروك ودعوك الحليب ديال الوطنية أكيد يعني من صورك كنا المواطنين المغربة كلهم رضعين حليب الوطن ما شو كلهم أكيد واحد نسبة قليلة الله يهديهم لا ما يهديهم كتوجدوه في كل العالم لا أكيد ما كانش شي دولة في العالم هو دجاجة منك تقرقها تدير لها البيض باش تقرق وتخرج لك الفليلسات ما كيخرش داك البيض كله في لالس أكيد تتخرج لك واحد البيضة ولا جوج اللي هي ماشي هي تنقوله إحنا بالمثل المغربي خايدة وهذا هو لأن ما يمكنش ولادك كلهم غايكونوا صالحين دروري ما تكونش واحد فيه واحد شوية دلعيب الله يهدي مخلق طبيعة الحل هنا يعني من عائلة كما قلنا يعني وطنية اللي ورتي هاتشي هاد عنا أبا عن جد عشتيه في الندرسة كذلك تحية العالم هنا بغينا نعرفه أنه وش المرأة المغربية في ذاك الوقت اللي عقلتين تي طيف لا كان عرفه أنه كان جد لبون قابه الحيكو وكانت العسرانة كذلك يعني كل شي كان كانت كتلعب دور الدفاع عن استقلال البلد يعني كانت كت خلات البصمة ديالها المرأة المغربية أنا داك المرأة المغربية كان لها دور كبير في استقلال الوطن أنا كان عقل فاش كنا صغار هذا هو اللي كلي بغيتنا عقل فاش كنا صغار كان لبرد وكانت مميلة لك تجي من مكناس بيش تهبط عنا لسيدي قاسم وكان لبرد وديك ساعة ما كانش ما كان إلا شوفه جوله كان نافخ وفوق النافخ كانت ندير واحد الكبراتة تتسمى الكبراتة الكبراتة وهي واحد سلالة كبيرة سلالة كدر فوق النافخ باش كي يبسو عليها الحويج وكان كونه كتكون قلات لنا الحمص وكان قلسو على ذاك النافخ مجموعين كنا وصينية محطوطة ويا كتحكينا كيفاش كيفاش دافعوا على الوطن كانت الوالدة كانت كتعيش من ذاك الحكايات يعني منها منها حكايات ومنها تربية تربية وكيغرسوا فيك حب الوطن أكيد كان يغرسوا فينا حب الوطن كان كتسمعوا مثل كنا شندوزوا وش من عدب اللي داز عليهم الجوع وكانوا ما كيلقوش ما يأكلوا ومع ذلك عمرهم ما سلموا في الوطن أبدا إذن من هنا بديتك تعرفي أنه كان فعلا أن المرأة كانت نداك المرأة لها دور كبير في استقلال الوطن هذه حاجة ما فيهاش النقاش من خلال الحكايات اللي كانت تحكي حكايات وكانت تعمل لك كانوا احنا عن نفس دي قسم كينين جنانات جنانات هم هذي كل جنان كانوا جنانات ما كانوا كينشي فاش كيصنعوا السلاح ويفرقوا سلاح السلاح كانت يتفرق تمع كانت الوالدة أميلا الله رحمه كانت تقول لي بأنه من هذا المنبر تنترحم على العسال على السيل كبير وعلى أميلا السماعين العباسي الله رحمه والوليد ديالي الله رحمه بالعيوش سيد محمد الله رحمه الجامعة كل شيء مشاء الله عند الله كانوا كانت أميلا الله جاءوا عندهم تتعودنا الحكاية كانوا جاءوا الوالدة عندها أميلا الله رحمه كان عندها واحد ولد واحد وهو الوليد الله رحمه وعندها البنات عندها سبعات البنات ولكن ولد واحد اللي هو الأب ديالي وكانوا جاءوا جاءوا الاستعمارة دك الجيش الفرنسي وفرعوا عليهم الباب وخرجوا الوليد ديالي كان مسكين عريان يالله لابس الحوجه الداخلية حوجه الداخلية ولا أدوهم بل خلعة مسكينها هي حيات عندها ديالة تتكساب هما داوة وكانوا دعوهم كانوا دازوا على قاعد وكش الشباب كان الوليدك سعد شاب كانوا قادزوا على دوك الشباب ودوهم دوهم الحبس بقاوا في الحبس واحد المدة تخرجوا منين خرجوا جا عند الوليد عند أمويل الله ودخلت يقلب في اسميته دياله وما لقى التحاجة قال لا فينا ما هو يجي قلت له وليدي حرقت كل شي خفتهم يجي ويقلبه ويقبضك في الحبس يقتلك حي التحاجة ما خليتها وهذه كانت تعودها النامويل الله كانت شوف الأمهات شنو عاناو شوف الآباء ديالنا والأمهات ديالنا والأجداد ديالنا وما شغل الوليد ديالي طبعا نحن نتحدث اليوم مغاربة وخاصة يعني على المرأة يعني مادم أنك معنا نتين اليوم للأمينة نحن بغينا نعرفه كدلك الدور اللي لعبته هاد الأم وهاد الجدة وهاد العمه والخالة وأنه يكون اليوم المغرب مستقل الحمد لله المرأة كان لها دور كبير ودافعات المرأة بكل ما عندها تصور كانوا الناس العيالات كي تلتموا وتلبسوا ديك الحياك وكي يديروا سلاح في ظهرهم وكيركبوا الولاد ديالهم فوق دك سلاح وتيمشي وقدوز قدام للمستعمر وما كيدهاش فيها رأى زعماز صراحة ترى تحيا المرأة المغربية وتحيا المرأة في العالم كله ولكن تحيا مناضلات يعني مناضلات تحيا المرأة المناضلة تحيا المرأة المغربية طبعا للحال نرجعوا شوية العشق والحب ديال سيدي قاسم معلاش؟ يواها مسقط رأسي هي مدينتي فين خلقت وفين ترعرعت وعندي العائلة ديالي اللي هما قاسميين شرفة قاسميين ولد سيدي قاسم نعم سيدي قاسم مدينتي فيها تنفست أول مرة كيفاش ما نعشقهاش أنا كان عشق المغرب من تنجل القويرة أكيد ولكن مسقط الرأس يبقى دائما هو المدينة اللي تنفست فيها وهي وكان افتخر بها لأن مدينة عطات عطات الوطن كتير وما زالك تعطي كانوا فيها مناظرين كتير وكانوا فيها مقاومين كتير لمدون الصغار كانوا فيهم مناظرين كتير وكانوا ما شاء الله عليهم صحيح إذا نذكرنا نذكره سيدي قاسم نذكره والزم كذلك وكان ويدان ديال الدماء ما شاء الله عليهم هاتشي اليوم ما كيعرفوش أولادنا احنا وش بدينك ننساهم بعد 64 سنة بدينك ننساهم أننا نتكلموا على ما قدموه الأبواء والأجداد يعني احنا كنعرفونا لكل بلد ولكل أمة كيكون عندها تاريخها كتتفتخر به لأنه واحد العدد ديال الناس قدموا أرواحهم في سبيل أن هذه الأجيال والأجيال الجاية تعيش في أمن وأمن اليوم ما كنتمعش كتير أننا نتحدث بثال المناسبات مع أولادنا فاتشي للأمينة كنظن بأن الناس بدت كتقصر أنها تهضر مع أولادها فات لأن الله يرحمي الوليد كان خلينا واحد لمثلتي يقولنا كل واحد خلى عقبال أولاده اللي يطلعوا فيها لأن الإنسان اللي مدرسة الأولى ديال الأسرة هي الأم والأب هم اللي يخصون يعلموا لولادهم يخصنا نعلموا أولادنا ونزرعوا فيهم حب الوطن لأن أنت كتعرفة سيدة محمد بأن نحن عنا في الدار الوليدات تبارك الله للصغر عنا كل شي كيعرفوا المغرب وكيحمقوا على المغرب وتعرفوا الأعياد الوطنية وكيشاركوا في شميع الظاهرات اللي تتكون على المغرب عندما يبقى ذلك الدور هو ديال الوالدين الوالدين هم اللي يخصون وخصنان العلم أولادنا لأن تنشوف تبارك الله ما شاء الله كين العائلات ما شاء الله ما تتكون شي تظاهر اللي هنا أو بعد مرة تبقى من المحل لك يبغي يحشم أنه ما يبغي شي يهضر مع أنه دول يعني أو الشعب معانا هنا كان أفتخر بها أنا بعدها دائما أنا أفتخر بالشعب التركي حقيقة هذا الشعب التركي يعني من جد العالم أعطي العالم درس في المواطنة من الجد إلى الحفيد دك صغور اللي تزاد البرح هذا كشي تكرسوه في ولادهم في الصغر وفي المدارس حنا مثلا في المدارس كنا كنتعلموا شنو هي المواطنة كنا مني كندخلوا للمدرسة سيدي محمدر أنت عارف كنا أول حاجة كندروه هي تحيات العالم دبا ما بقاتش علاش ما بقناش نديروا تحيات العالم قبل ما ندخلوا للمدرسة نبدوا نقرأوا افتقدنا بزافت الحويج اللي هما أساسيين نعم هما أساسيين افتقدناهم طبعا الحلقة دي ناخدوا إحنا استراحة مستمعنا نفاضل ومشاهدين كذلك اللي كتبعوا معنا الحلقة مباشرة عبر الموقع دي الأربل تحية لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين كذلك هل نرجعوا بسرعة بعد الفاصل تحية الأستاذ علي الغالي شكرا على الرسالة ديالك كذلك تحية السيدي يوسف من لياج شكرا على الرسالة ديالك إذن هل نوصلوا الحديث مستمعنا الله فاضل وأذكر أننا سنرفع أدن صلاة العصر بحول الله في حدود التانية وثلاثين دقيقة أهود إليك أستاذ أمينة العيوش وإحنا في هذا اليوم الخليد 18 من نوفمبر يوم استقلال المغرب كنحاولوا أننا نبشوا في الذاكرة ديالك كذلك ونعرفوا كيفاش عشتي الطفولة والشباب ديالك في هذا الأمر اللي اليوم احنا كنقلب عليه حقيقيا بكل صراحة أنا كنقلب عليه مع وليدتنا مع حفدنا واش بقي غدي يذكروا هاد الأمور إذن كان عشق قلت السيدي قسم لأنه ما سقط الراس ولكن كيفاش جات أنك تدري على هذه المنطقة كاملة قصيدة من قصائد ديالك اللي لقات واحد لإقبال كبير وكانت من أروع القصائد اللي قدمتي يعني كيفاش جاك الإلهام للأمينة هو الإلهام من انتجارتي جاسيدي محمد جا الإلهام جات وحد النهار جاتني الفكرة أنني وأنت أول من سمعها وأول من شجعني وأول من من هذا المنبر تحية لك والأخ سيدي أحمد آمين اللي كان في البرنامج ديال وتاودوني الأدب أنتما أول ناس اللي شجعتوني ودفعتوني في هذا القضية ديال أنا نزيد نكمل طريقة في الكتابة ديالشعر ومن بين كما قلت أجمل القصائد اللي تعملت على سيد قاسم المشترار دا أو بني حسن بني حسن هذه نسمعوها جميع الله يسلام كلما كنت نتلقى سيديالك حقيقة كعرف يعني أنه نابعين من القلب فكن حسن أنه فعلا هناك حب كبير لهذا الأرض الحب كبير لهذا التربة اللي أعطتنا شيء الكثير طبعا الآن نشوفه كذلك قصيدة دلواتي إن شاء الله بحول الله هذه نستمعو لي إمتى كانت الهجرة لبلجيكا؟ الهجرة لبلجيكا سيدي محمد كانت في الأواخر ديالسبعينات سبعينات يعني هنا لقيت الأم ديالك هنا لقيت الأب ديالك المغرب هو الأم مبليجيكا هي الأب هنا لقيت الأب ديالي كذلك أعطيتي نفس الحب لهذه البلاد قاومتي من أجل هذا البلاد أعطيتي كثير أشياء لهذه البلاد أكيد سيدي محمد أكيد أكيد اكيد كيف انا كنبغي المغرب قدلي كنبغي بالجيكة والله شاهد عندي لانه احتى هو الوطن دياني الوطن اللي حضني واللي اعطاني واللي ما يمكن ليش ما نبغيه ما يمكن ليش انه هنا ما كنتوقعش ديك الازدواجية يعني الانسان كيكون صادق مع نفسه انه بلده الام دائما هي في القلب دائما هي في الدم لكن عاش في واحد بلاد اللي هيك ما سميتها الاب عادي نعطيك واحد المثال بسيطة سيدة محمد واش هي العائلة حتى دناتش طفل رباته عادي تربيح تيرجع راجل وتقريه وتوصله كيبقى هو واش غاية اعترف واش غاية انسى الجميل ديالها طبعا وهدك هو نفس شيء البلاد اللي حتى دناتك وعطاتك وكبرتي فيها ودرتك بزاف ديال الحاجات غاية تنساها ما يمكنش احنا الحمد لله عنا واحد الميزة كنمتازو بها هو اننا عنا جوجة الاوطان نعم ورا في القصيدة ديالي اللي هي تغنات ديال ولاد الجالية في الاخير ديال القطعة كنقول فيها على ولاد الجالية تنقول باننا عنا جوجة وطان يارب تحميهم بجوج بهم في الاغنية ديالوليدات الجالية ولاد الجالية جيت الهنا كما قلت استطعتي انك تخرجي اول ديوان ديالك نعم اللي هو أرض الأولية واللي فيه مجموعة من القصائد كما عشرت اللي خلت واحد العدد مهتمين انه ياخدوا قصائدك ويتغنوا بها وكذلك تحية الفنانة الكبيرة ديالنا سامية صبري اللي غنت لك مؤخرا احدا اجمل الاغنية كذلك انا اليوم كنشوفوك في النضال مستمر سواء كان في العمل الانساني سواء كان مع جمعيات سواء كان للوطن هالطاقة وهذا القوة ما شاء الله الله يحفظك منينك تتكتنس بها منينك تجيب هذالقوة واتطاقة باش يكون عندك عمل يعني مستمر للبلدين بجوج وهذا احنا عاودك نرجع للكلام ديالنا من حبنا للوطن الاوطان ديالنا اللي هو الوطن الام والوطن الاب وعندنا واحد المثال تيقول لك العوين فنصارة ولا القلاس خسارة واش بنادي ما عندوه هيجلس ما يدير حتى حاجة ما يمكنش احنا تربينا في النضال وتربينا على حب الاوطان وتربينا على الخير وتربينا على بزاف الحوائج وهذا شيء خسنا نديروحنا ونخليولوليداتنا عاود نفس الشيء ومننسوش باننا تحية المناضلين والمناضلات اللي خسنا ما ننسوهمش اليوم لكنتنا تكرمت هدك النهار ديال السبت غير ما نزربش لا ما غدش نزرب غير غير نقولك باننا ما ننسوش واحد المجموعة ديالناس اللي بالفضل ديالهم بالفضل ديالهم فضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله احنا احنا كينين الحمد لله احنا غادي امشوا للأمين غادي نرفع ادن صلاة العصر المستمعين ومشاهدين كذلك ادن صلاة العصر حسب توقيت مدينة بريكسل والنواحي تمنعوت اهلا بكم من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين كذلك اللي كيتابعوا معنا مباشرة هاد الجلسة مرحبا بك مرة اخرى للأمينة اللهي بارك فيك سيدة محمد اذا هادي نوصل للنقطة الهمة واللي من خلالها احنا استضفناك تم تكريمك مع مجموعة من الاخوان والاخوات اللي كانت سفارا مغربية في الاحتفال بالذكرى 64 لاستقلال المغرب قامت حفل على شرفكم وكنت من بين المتوجات اولا نبركو لكل مغرب هاد اليوم هذا وكذلك نبركو لكم انتوما هاي اللي توجدون انتوما واحد المجموعة اللي اعطت البلدين كما اشار سيد سفير على انه هالتتويج هو العدد دين الناس اللي خدموا البلدين خدموا بهم هم يعني مرضيين الوالد نخليك في كلمة اولا من هاد المنبر بغيت واحد تحية واحد المجموعة هادي المناضلين والمناضلات منهم سيدة علي الغالي شادية فايز وفأ بالبراش سيدة محمد شاطر عبد الاله شاطر بوشرة مجموعة مجموعة كثيرة ويسمحوا لي ساعد العروسي واحد المجموعة دي الناس اللي كاتخدم في الضل ما كيعرف هاته واحد ما ننسىوش سيدة محمد في أيام الإضال في أيام الرابع العربي اننا كنا نديروا برامج تقريبا في الأسبوع كنا نديروا كتر من ربعات البرامج ولا خمسة البرامج في النهار كنا نديروا كنا نحاولوا بأي طريقة يقال استقرار في البلد يقال استقرار في البلد كنا ما كننحسوش في الليل كنا كننبتوا كنخدمون كنكتبون كنوجدوا لأن كان بزاف وكان مجموعات كيخرجوا كان منهم اللي كيطلع بالتغيير وكان منهم اللي الله يهديه كان شوية متعصب كيمشي بعيد والحمد لله نعمو بالأمن والأمان والاستقرار الآن اللهم لك الحمد يعني كيفاش كتشوف أنه تكريم واحد المجموعة دي هم قالوا الجيل الأول هو في الجيل الأول والجيل الثاني لأنه كانوا الناس اللي جوا في السينات أنتم مجيتوا في السبعينات يعني هي مديرة طيبة يعني كانت كان خساد درج حالها دي ولا جت في الوقت دي لا أنا كنقول من يناضل حبا في الوطن لا ينتظر أجرا أنا ما عنديش ديك الحاجة خسني تقضي عليها واحد المقابل ولا يجيش حد يشكرني عليها هذا واجب وطني واجب وطني كل مواطن واجب عليه الدفاع للوطن دي ولكن التفاتة طيبة منهم هدي غتشجح واحد المجموعة دي الناس والجيل والأطفال دي إن شاء الله إنهم يزيدوا ويستمروا في الدفاع للوطن وفي النضال على الوطن في الوطنين كنهضر على بلجيكا وعلى المغرب تماما نحن نتحدث عن الأب والأم نحن يمكن جير فرزية تماما تماما سيد محمد ولهذا هي التفاتة وهو تكليف كثير ما هو تشريف كما قلت في المرة اللولة لأننا أنا غير نبت على واحد المجموعة دي الناس أنا غير تنوضح بأنني نائبة عن المجموعة دي الناس ما غير يمكنهمش يكرموا كل شي في دقة وحدة وما يمكنهمش أنه الشغل صعيب شوية أنهم كرموا 31 دي الناس وهذه بدرة طيبة ومشكورين عليها وكنتمنى أننا إن شاء الله في المستقبل يزيدوا إن شاء الله يتكرموا ناس اللي تهم اللي عايشين في الضل واللي هما ما كيعرفوه مش الناس كيعرفوا مش كل شي باش نكون مواطن صالح لابد أنني نمتاز بأشياء اليوم احنا كما قلنا عندنا وطنين وخصنا نكونوا أبناء بررة أو في لهاد الأب الأم شنو اللي يخص نويدر هو كل ما علمتي لولدك حب الوطن كل ما يكون مواطن صالح ما كيمشيش للنحراف كيتشغل بحويش خورا كيبقى عندهم مغروس فيه ذاك الحب الوطن كيشوف غير الحاجات اللي هي إيجابية ما كيمش للسلبي نهائيا لأن كتشوف تجربة اللي عيشناها احنا الجاي الأول مثلا وللناس اللي قبل منا كانوا تبارك الله ما شاء الله اللي هم كانوا مواطنين صالحين كانوا دائما اللي تيدفعوا على الوطن رحنا علاش دائما فيما كانوا نبغيون نهضروا على الوطن كان طلبوا دائما بالحقوق وكان نسوي الواجبات اللي علينا رحنا كمواطنين عندنا حقوق أكيد ولكن علينا واجبات من الواجبات دياننا هو الاحترام ديال الوطن والمقدسات ديال الوطن والتوابط ديال الوطن هاد وخصنا دائما هما فينا ونغرصهم المرة تلقى أنه اليوم الإنسان يمكن كيكون عنده ترى بنفسي أو شي حاجة أو لا ضروري أنه يكون كيعاني من شي حاجة أنه مثلا كيعيش في بلد اللي كيحتضنه اللي دار فيه حياته ربما مش حموحات جاء بوضعية أخرى فهد البلد اللي احنا عايشين فيه ونتنكر له يعني بشكل سافر جدا كنشوفه أنهم كتير من الناس كيوقعو في أخطاء كبيرة وما كيعتبروش هد البلد اللي هما فيه وطنهم هذا غلط كبير هل يعقل أنا قلت لك هل يعقل أنه واحد العائلة حتى ضناتك ورباتك طفل صغير رباتك وجابتك ورباتك وكبراتك وقراتك ووصلاتك اللي انت فيه الآن غتجي واحد النهار وتقول لهم أنتوا ما مدرتوا لي والي وما تنعرفكم أرى ما يمكنش أرى ما يمكنكش تنكروا واحد البلاد اللي هي حتى ضناتك والحمد لله أنا بعدها شخصيا كان هدر على نفسي أنا قصم منبيل له أنا كان بغير بلجيكا قد لي كان بغير المغرب الوطن ديالي ما يمكن ليش نفرق ما بيناتهم بجوج ما يمكن ليش واش عشت واحد الفطرة كبيرة هنا خلقيت في المغرب وكبرت فيه ولكن عشت واحد الفطرة كبيرة هنا ما يمكن ليش نتنكر البلجيكا أنا مني كان نمشي للمغرب قصمان بي الله سيد وحمد يمكن وصلوا للمغرب دائما في الطريق ذاك الإحساس اللي كي حسبيه كل مواطن مني كوصل الأرض الوطن شي لقلب ديالك يبدأ يضرب 90% ونفس الشيء في الرجوع مني نكرج على البلجيكا أكيد وربي شاهد هذه نسمعو غير واحد المقطع الصغير ديال ضيف الله وحنا حقيقة سننا ما بقيناش ضيف الله في هذا البلد بينه مواطنين مواطنين هذه نسمعو من عند الفنان رحالي هذا المقطع هذا للأمين طبيعة الحل المرة هذي نسمعو قصيدة ولكن من عندك مباشرة يعني قصيدة كنتي عملتها سميتيها الود الود علش الود هذ القصيدة كنت كتبتها سيدي محمد في الربيع العربي وانت عاقل في 2011 كتبتها في الليل وفي الصبح كنت شوفنا وتكلمنا على القصيدة ودعناها مباشرة على الراديو الود حامل حضيو عندك يديكم يا الولاد خيمتي حبالها مجب دوم دقوقي ليها الوتاد وخيجي الريح والعجاج خيمتي ما يديها الواد من ديك القنطرة العالية سيدي منها على عوده واد خرجت القبايل بالعلامات وعيطت فيها على الجواد ما بالعلامات عيني شافت علام مغير لونه شدوني العظام سولت علام ماليه شكون يكون جاوبني شيخ الزاوية وقال لي مواله غربة وموال في نيخونه ما يعرف ولا جدبة ولا موسم ولا مول الحلقة وفنونه كون عيني ما شافت علام الغريب ما يغضب ولدي ويشوف الحمر والخضر فنومه أرضي أرضي وأرض جدادي ما نبغي اللي يقاديها واللي قال لحصيدة باردي يجي ديريدو فيها فجناني فجناني ريحت لي مونت ونورت وفحت وعطات عمرات الموسم وصربت الخيل والقبايل تلمات كل ما جليل ويتجبد ويطوال يطلع الفجر ويبند ويصبح الحال والسلام والسلام وحنا ودي مشي وقبل وحنا ودي يمشي قبل المجز الإخباري وقبل ما نختم هذا اللقاء اللي كان عبارة عن دردشة من خلال المكرمة في المناسبة العظيم ويمشي ونسمع غالي سامية صبري مرحبا بكم ميدان مستمعين ومشاهدين عدنا إليكم في الجزء الأخير من هذا اللقاء وهذه الدردشة في حفل تكريم الأستاذ المنابل عيوش اللي هي اليوم ضيفتنا للا من قبل طبعة الحال ما نودعوك نحن نستمع القطعة سامية صبري ولد الجلية قبل ذلك أبا أحدهم إلا أن يبعث بكلمات وهو شاعر ربيل أستاذ كريم لي كيقول هذه الكلمات هذه هدية لأمنا من أستاذ الشاعر الكبير سيدي كريم بارك الله فيك سيدي كريم والله ليلة الحمي بورش قصمان بله شكرا 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 تجيب زاف علي تجيب زاف تجيب زاف بالعكس أربي خليك سيدي محمد أربي خليك فحقنا كنا فحقنا كنا لما كان بغيش نقول أنا لأن نحنا كنا ما يمكنك واحد شجيرة واش يمكنك تحيد من هاش تحياليه من هدا من برا والآخر تحياتي تحياتي الأستاذ كان هنا يقال واحد كلمة جميلة جدا واخديتها حقيقة كي يستفد خدمه في الدنيا كي ياخد دروس عبر قالك مني كتشوف أخوك ربح كتفرح له أو تشوف أخوك زاد في واحد المرتبة تفرح له لماذا لأن ذيك الفرحة ديالك اللي فاليوم إذا كان تتوجد ديالك وتتوجد المجموعة التي تميت فهي فرحة لنا كاملين علاش لأنه أولا كان عارفوا أنه على الأقل كانت واحد الالتفات الواحد الناس اللي سهمت سنين ديال التضحية من العمر ديالها سهمت في استقرار البلاد ديالها سهمت في أنها تخلي الأمن والأمان يكون اليوم حاصل في بلدان ديالنا ومنا نتكلم على بلدان نالله مننا نتكلم دائما على جوج على الأب والأم وحنا هذا اللي خسنا نغرسوه في أولادنا ونقول بأنه عندنا أمنين وعندنا وطنين اليوم كذلك خسنا ندفع على بلجيك بقوة وندفع على الأمن والاستقرار ديالها وعلى أنها ما تفرقش لأنه نشوف أنه لحد الآن راح لحنا لحكومة الأول وحنا نحاول أنه إن شاء الله بحول الله أن الأمور تدوز بخير وكل شي ويكون واحد الاستقرار وتبقى بالجيك مجموعة أكيد يا ربي يا ربي يا ربي لا يورينا مكره ختم هذا اللقاء شنو الكلمة اللي تبغي تقولي وطبعة الحالية كانت مجرد دردش معك اليوم بهذه المناسبة العظيمة ديال عيد الاستقلال للمغرب ختم ديالي هو وخصنا نعلم الجيل القادم اللي غدي يكمل المشوار إن شاء الله بحب الوطن ويحترم التوابد ويكون مواطن صالح هذه الكلمة الأخيرة اللي هدي نقول أن نعلم موليداتنا حب الوطن حب الوطن من الإيمان من الإيمان فقط شكرا كتير لك وطبعة الحال كانت منولك صحة وطولة العمر وأكيد سيتجدد اللقاء مرة أخرى بحول الله وغدنا نختمه بقطعة لسامية صبريول اللي هي من الكلمات ديالك أولاد الجالية